دكتور محمد علوش رئيس مجمع الأطباء الشرعيين في بلاد تونسية دوك احنا نشاركو في المؤتمر الرابع للجمعية المغربية للطب الشرعي استدعاء من رئيس سي عبدالله الدامي اللي هو زميل من المدة طويلة لكي نجري ونثريو الحوارات ونضعوا على موضيع مهمة كما اليوم نشوفه على سوق المعاملة والتعذيب للإدعاءات وعندها دور الطبيب الشرعي في فحص الضحايا كما شفنا زيادا كيف كيف نحكيه على دور الطبيب الشرعي في تحرير وفي إصدار شهادات الطبية كما تعرفوا اللي هو مسألة مهمة برشاو هي من أهم المسائل اللي يتشغل للطبيب الشرعي كيف كيف زيادا شفنا حتى التدخل من عمادة الأطباء وإن شاء الله يكون مشاركة تونسية كيف قيمة غضوة كما حوالي عشرة مداخلات في برشا مجالات متع الطب الشرعي على الإحاطة بضحايا العنف في التشريح في الاعتداءات الجنسية لذلك إن شاء الله تكون المؤتمر ناجح الحقيقة هو من القيمة متع المؤتد داخلين الصباح كان ناجح إن شاء الله نوصلوا على هذا المنوال وإن شاء الله يكون مؤتمر به لدعم الطب الشرعي في المغرب العربي في تونس والمغرب بذاته شكرا